والمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل النيل محمد عبدالصبور محمد بعد تحية يعني كيف تتبعون الأوضاع فيما يتعلق بعملية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطع غزة عبر معبر فح البري يعني آخر مساجدات لديكم كما تقرؤناها عن قرب تحياتي زاملاتي العزيزة تحياتي لمشاهدة تلفزو المصري في كل مكان هناك يعني مصران رئيسيان المصار الأول يتعلق بالمساعدات الإنسانية والمصار الثاني يتعلق بالزيارات الهامة لمعبر رفح ومن ثم لقطع غزة فيما يتعلق بالمساعدات اليوم تم دخول ما يقرب من 117 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية والطبية إلى معبر كرم أبو سالم منها ما هو متواجه إلى المستشفى الإماراتي ومنها ما هو متواجه إلى منطقة خان يونس ومنها ما هو متواجه إلى باقي قطاع غزة بالإضافة إلى مرور 75 شاحنة عبر منفذ العوجة ونتحدث أيضا عن دخول 6 شاحنات الوقود 4 منها للغاز و2 للسولار وهذه وشاحنات الغزة حديدا لها أهمية كبيرة جدا في استمرار أداء المستشفيات داخل قطاع غزة لمهامها العلاجية وإجراء العمليات الجراحية للجرحة والمصابين الفلسطينيين حيث توقف الكثير توقفت الكثير من المستشفيات عن أداء خدمتها نظرا للنقص الوقود ومن ثم عدم القدرة على تشغيل المولدات الكهربائية التي تشغل هذه المستشفيات أيضا معبر رفح مفتوح لإستقبال واستقبل بالفعل عدد من الجرحة والمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة ويتم توزيعهم على عدد من المستشفيات وفقا لتشخصهم وحالاتهم العلاجية ده طبعا كله بالتنصيق بين الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري على مستوى الزيارات بالأمس طبعا توجه مدير الإنروا إلى قطاع غزة السيد فليب لازريني ويحمل في جعباتها الكثير في مقدمتها أنه يحمل المجتمع الدولي المسؤولية ما قالت إليه الأوضاع في غزة على مستوى تدهور الوضع الإنساني وعدم إدخال المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي الزيارة الأكثر أهمية فهي للسيدة سيجرادا كاج وهي وكيل الأمم المتحدة لعادة أعمار غزة والمساعدات الإنسانية وهي من المنتظر أن تصل القاهرة عصر اليوم ثم ستلتقي بالهلال الأحمر المصري غدا ويوم الأربعاء القادم ستأتي إلى العريش ثم ستعبر إلى قطاع غزة مرورا من معبر رفح ثم ستتوجه إلى منفز العوجة لتتوجه إلى القدس وزيارة تحمل أيضا الكثير من الملفات لكونها أول زيارة للمسؤولة الجديدة في هذا المنصب الجديد بعد استحداثه من مجلس الأمن في ديسمبر الماضي والأمر الثاني يتعلق بالمساعدات الإنسانية والعرقيل التي يواجهها المنظمات الإقليمية والدولية التبع للأم المتحدة والتي تعمل في المجال الإنساني ثم الملف الأكثر أهمية هو محاولات حثيثة من قبل الأم المتحدة لإنهاء النزاع ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس نعم بتأكيد هي أزيارة مهمة ويؤمن أن تتوالى أزيارات لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بالشكل الذي يفي بالاحتياجات الملحة للفلسطينيين هناك أشكر لك هذه المتابعة زمير محمد عبدالصبور من العلج